طريقة حسف حساب التيك توك تابع مع الفيديو للنهاية السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقة قناة ياسمين عشور والنهاردة هقول لك ازاي تحزف حساب للتيك توك يلا بينا نروح على التيك توك هنروح على التيك توك ونضغط على الملف الشخصي لما تضغط على الملف الشخصي هتضغط على التلات شورة الدول لما تضغط عليهم هيجي لك ادارة الحساب وهضغط على ادارة الحساب من هنا بقى هيجي لك هنا حسف الحساب وهضغط على حسف الحساب وهنا انت بتختار سبب لمغادرة الحساب هنا بتختار بأي حاجة هتضغط عليها لما تضغط عليها هتختار على متابعة ضغطنا على متابعة وزي ما انت شايفين بيحدث معايا وهنا لو انتم طلب التنزيل ده لو انت عندك فيديوهات كتير على التيك توك وعايز تنزلها تاني عندك على الموبايل هتضغط على طلب التنزيل لو عادي الحساب ما بيش في اي حاجة هتضغط على حسف حسابك هضغط عليها ويظهر لك كلمة متابعة بالنون الاحمر كده هضغط على متابعة. هنا بيحدث معاك هنا بقول لك عندك يعني تلاتين يوم لو انت عايز تفتح الحساب تاني عندك مهلة يعني تلاتين يوم هنا الحساب هيتحذف فورا لو انت عايز ترجعه تاني عندك تلاتين يوم تقدر ترجع وبعد تلاتين يوم ما تعافش تسترجع حسابك تاني هنا هتضغط على متابعة ولازم تكرق الكلام ده كويس هتضغط على متابعة هنا المتابعة باستخدام فيسبوك هنا حسف الحساب بتأكد من هل انت متأكد من انك تريد حسف الحساب هنضغط على حسف هنا خلاص تم حسف الحساب وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة ياريت لايك للفيديو واشتراك في القناة كان معكم ياسلين عشور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته